لمناقشة تقديم المساعدة للليبيين وتهيئة الأجواء للانتخابات المقبلة استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد بيبة في القاهرة الرئيس المصري شدد خلال اللقاء على موقف بلاده الثابت المحترم للسيادة الليبية والذي يدعو للحفاظ على وحدة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية السيسي أكد أيضا على ضرورة تعزيز تماسك المؤسسات الوطنية الليبية وتوحيد الجيش لحماية مقدرات الشعب وتفعيل إرادته الحرة وخلال مؤتمر صحفيين مع نظير الليبي عبد الحميد بيبة قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن القاهرة مستمرة في تقديم كل الدعم السياسي والاقتصادي لليبيا مدبولي قال إنهم اتفقوا على تنفيذ مشروعات تنموية في ليبيا بخبرات وشركات مصرية في مجالات عدة أبرزها الطاقة والنفط والبنية التحتية فضلا عن الصحة والتعليم والإسكان وحول ذلك التحق بنا من العاصمة المصرية القاهرة مراسل الشرق السلام أبو المجدي السلام أهلا وسهلا بك ماذا في تفاصيل هذا التعاون المصري الليبي وهذا الدعم إن صحت العبارة من الجارة مصر لليبيا في هذا الوقت نعم هاني هو تعاون في مختلف المجالات نتحدث عن صعيدين الصعيد السياسي والصعيد الاقتصادي بالنسبة لي الصعيد السياسي ترجم في لقاء رئيس الوزراء في اللقاء مع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي حينما أكد أن مصر مستعدة لتقديم كافة الدعم إلى الشعب الليبي وإلى المؤسسات الليبية خاصة في المرحلة المقبلة التي سوف تشهد استحقاقات انتخابية تعول القاهرة على أن تصهم هذه الاستحقاقات في تهيئة المناخ السياسي وفي استقرار الأوضاع بشكل نعم هناك أيضا تجديد لرفض القاهرة للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي ودعم للمؤسسات الليبية الرسمية هناك بالنسبة للمستوى الاقتصادي نحن نتحدث عن زيارة وصفها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأنها زيارة تاريخية نتحدث عن ما يقرب من 30 وزيرا من الحكومة الليبية بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين في مختلف المجالات تم الاتفاق على عدد كبير من مذكرات التفاهم بالإضافة إلى الاتفاق على عودة إنعقاد اللجنة المصرية الليبية العليا بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير أيضا هناك دعوة وهناك تأكيد مصري على تدريب الكوادر الليبية في مجالات عدة تم توقيع مذكرات تفاهم وبرتكولات في مجالات الصحة في مجالات التبادل التجاري فيما يتعلق بالصناعة والزراعة كل هذه الأمور تترجم أن هناك تعاونا كبيرا في المرحلة المقبلة بين القاهرة وبين ليبيا ليس فقط على مجال الاقتصاد لكن أيضا في مجالات أخرى تتعلق بارتفاع حجم التبادل التجاري أيضا في المرحلة المقبلة هذا اللقاء مهد له قبل فترة كانت هناك العديد من الاتفاقيات وربما المباحثات بين عدد من الوزراء في كل البلدين لتفعيل بعض الاتفاقيات المبرمة بينهما لكن نحن نتحدث الآن عن انطلاق ربما مساعي وتعاون جديد بين الجانبين في مجالات عدة سوف نشهد خلال الفترة المقبلة المزيد من الخطوات التي تنفذ على أرض الواقع خاصة أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي هاني قال بأن مصر مستعدة إلى وأن الشركات المصرية سوف تقوم أيضا بالعديد من المشروعات خاصة فيما يتعلق بإعادة الإعمار شكرا يا سلام على كل هذه المعلومات والتفاصيل من القاهرة سلام أبو المجد مراسل الشرق لأول مرة منذ عام 2009 عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا اجتماع شهد توقيع اتفاقات تعاون أو اتفاقيات تعاون جديدة بين البلدين هذه أبرزها تضمن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا توقيع 13 اتفاقا بقيمة مبدئية إجمالية تصل إلى 147 مليار دينار الليبي أي ما يعادل نحو 33 مليار دولار أمريكي الاتفاقات الجديدة الموقعة بين الجانبين المصري والليبي تركز على مجال الطرق والجسور والبنية التحتية كما شملت الاتفاقات منح القاهرة عقودا لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء ومحطات لتحلية المياه في ليبيا تضمنت الاتفاقات المشتركة عقودا للنقل البري وصيانة وتطوير منفذي السلوم ومساعد البريين الرابطين بين البلدين إضافة إلى التنسيق بين البلدين لتفعيل النقل البحري ومكافحة التهريب فضلا عن التعاون لتعزيز التبادل الاقتصادي بين الطرفين